يوم السعادة النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للسعادة يمكن يوم واحد في السنة ما يبقاش كفاية عشان نقدر نحس ان احنا فعلا سعدة بس يفضل السؤال الاهم ايه هو معنى السعادة يعني ايه سعادة ازاي الواحد يحس انه سعيد هل السعادة فلوس في ناس ممكن تقولك اه فلوس بس لما تجيله فلوسي برضو ما يبقاش سعيد هل السعادة منصب يبقى عايز منصب او عايز جاه يجيله المنصب والجاه يلاقي نفسه تهم اكتر اعمل السعادة ايه السعادة ايه هل السعادة رضا وقناعة السعادة ايه هل السعادة بانك تشوف حد منك بقى احسن بقى كويس ولادك مثلا فعلا كلنا عايزين السعادة وبندور عليها بس يا طرى يا طرى ازاي نبقى سعداء ازاي نقدر نعيش في سعادة هل كل واحد فينا يقدر يحقق لنفسه السعادة هل احنا بقدينا ان احنا نبقى سعداء طيب ازاي ده يقدر يحصل في ظل الازمات والضغوط اللي احنا بنمر بيه هل الازمات والمشاكل والسعادة ممكن يتجمعوا مع بعض ولا لا وعايز اقول لكم على حاجة اللي يلف في مصر يشوف اللي يلف في مصر بصر بالذات يشوف ان السعادة ملهاش علاقة بغنى وفقر ملهاش علاقة ممكن تشوف اطفال شارع اطفال شارع شايلين الهم وشايلين كل حاجة وصعدة بيجروا ورا بعض وبيفرحوا في لحظة كده بتبقى موجودة اه حياتهم صعبة بس بتبقى لحظة موجودة فيها سعادة تشوف مجتمع طيب كده و مش غني في النوبة على سبيل المثال اهل النوبة تشوف قد ايه البيوت هناك نضيفة والشوارع نضيفة شوارع رملة هناك كده بس تحسامة مسوحة كده مكنوسة ونضيفة كده والبيوت لونها ابيض كميل وفي اللبني اللي موجود ده الناس نضيفة وتلاقي سعادة حياة بسيطة بس سعادة رهيبة الناس مبسوطة الناس مبسوطة لف كده طول ما انت ماشي من جنوب مصر لشمالها هتلاقي فيه ده وفيه ده هتلاقي فيه حالة بسيطة بس الناس مبسوطة كل ما تقرب على القاهرة او تقرب على الاماكن اللي فيها زحمة شوية والضغوط بتبقى زيادة شوية تلاقي مؤشر سعادة نزل سنة تلاقي الناس كده مجنزارة من بعضها ده في التعامل مع بعض طيب ما بينك وبين نفسك تقدر تبقى سعيدي ازاي اللي بيحقق لك السعادة ده سؤالنا نهاردة عايز اتراحه للسادة المشاهدين وهناخد عليه تليفونات طبعا مع مشاكلكم اللي احنا هنسمعها كده ونحاول نحلها بإذن الله تعالى ويا رب كده ما تبقاش فيه مشاكل واحنا بنتكلم عن السعادة يعني اتمنى يا رب يا رب من وجهة نظرك السعادة في ايه هل هو مال او جاه او قناعة انك انت تبقى خلاص عندك رضا وقناعة باللي عندك باللي مقسوم بيك هل السعادة في انك انت تشوف اولادك احسن ولا انك انت تكون احسن ايه السعادة النهاردة سعدوني بقى وانا بتكلم معكم وبسألكم السؤال ده بس خلينا نتكلم بقى على العموم بقى الامم المتحدة سنة 2013 بتحتفل باليوم ده اليوم ده اللي هو نحن نهاردة فيه ده باليوم العالمي للسعادة وده فيه اطار اعتراف بقى دولي باهمية السعادة في حياة الناس في كل مكان في العالم وده بييجي كمان في اطار اهداف التنمية المستدامة اللي حططها الامم المتحدة اللي بتستهدف انهاء الفقر مفروض في العالم يعني وخفض درجات التفاوت والتباين والحماية ما بين ناس على ظهر هذا الكوكب وحماية كوكب الارض ايضا من حماية كوكب الارض من تغيرات المنخية بقى وتلوس والكلام ده والحكاية دي كلها كده من اولها لاخيرها بتؤدي من وجهة نظرهم الى السعادة لو لو تحكى قولي لانا قلته ده ده من وجهة نظر الامم المتحدة يحقق السعادة بس والله لانا شايفه الناس يعني اللي بتضع الخطط دي بتعمل خطط تانية في حطة تانية يعني بس ما علينا يعني اشتركوا في القناة